أهلاً وسهلاً بحضراتكم معلش الوقت برضو دهامنا اليوم فإحنا أم طاها هنجاوب على سؤالك والشايماء نجيب عنها غداً هنجيب سؤاله والسؤال التاني بكرة أم طاها بالنسبة لحضرتك بتقولي إنه أنت كنت تعبانة فقلت لو ربنا شافاني هطلع مبلغ لازم حفصل بين حاجتين النظر بالنية إن كانت النية معقودة على النظر وأنا بقولي الكلام ده فده نظر يعني لو أنا فنيتي إن اللي أنا بقوله ده نظر زي مثلا أنا بقول إيه أنا لو ربنا شافاني هطلع المبلغ الفلان وأنا ضميري واللي فنيه المعقود في قلبي إن ده نظر يبقى يجب الوفاء به ولو عجزتي عن الوفاء به زي ما حضرتك تفضلت إن كان هذا نظراً هيبقى كفارة يمين كفارة النظري زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كفارة يمين إطعام أو كسوة عشر مساكين إطعام أو كسوة عشر مساكين وبعدين بنتقل بعد كده للصوم لو أنا ما معيش مش قادر يعني فمن لم يجد فصيامه سلاسة بس بعد ما بقيه لو أنا معيش إن أنا أطعم أو إن أنا أقوم بكساء عشر مساكين أنتقل بعد كده إلى الصوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر التقصير وإنه يعفو ويرحم ويجعلنا من عباده الخالصين المخلصين يا رب العالمين المستخلصين شكرا